موسيقى مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظاهرة وتتابعون في أبرزي العنوي جواز التلقيح مقاربة احترازية جديدة الإدلاء به لدى ولوج المرافق العامة إجراء ضروري والحصول عليه بشكل مؤقت يتم بمجرد تلقي الجرع الأولى وبمراكز التلقيح إقبال متزايد لتلقي اللقاح موسيقى بيتتوان طلبة الطب والصيدلة في بادرة إنسانية الوسط الجامعي ينخرط في عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية موسيقى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم فريق الرجاء البضوي يتأهل إلى دور المجموعات أمس واليوم الويدادة البضوي ونهدة بركان والجيش الملكي يدخلون غمار المنافسات في مباراة الإيام موسيقى أهلا بكم من جديد بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يتوجه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إلى المملكة العربية السعودية حيث سيمثل جلالة الملك في أشغال منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض يوم غد في المجال الصحي تتواصل ببلادنا الحملة الوطنية للتلقيح التي تمكن المواطنون من الحصول على جواز التلقيح الوثيقة الرسمية التي أضحت ضرورية لولوج عدد من الفضاءات العمومية ووسائل النقل مقاربة احترازية جديدة ببلادنا لمواجهة الجائحة والحماية من أي طفرة تهدد أمنا الصحي نوالي القراري تسريع التطعيم الجماعي لاستباق المتحورات الفيروسية تدبير قبلي للوضع الصحي من أجل تحكم أفضل في الحالة الوبائية الحصول على جواز التلقيح بات ضرورة ملحة جواز تلقيح مؤقت بعد تلقي الحقن الأولى من اللقاح ابتداء من الاثنين المقبل بات ممكن والتأكيد تضمنه بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خطوة ستسهل الولوج للإدارة والمرافق الأساسية أتمنى أن الناس لقاح يكون لديك تالاكسي فاصيل لقاء لسيرفيس أصف وغ سبور إدارة العمومية لأبناء لكي نستعدوا الحياة اليومية لدينا لقاحنا نبلولة والنوبة الثانية وإذا كانت توفروا على جواز تلقيح لكيوفر لنا ندخلوا لقاعة الرياضة لكي نترينيوا بأرياحية وسيكون بإمكان المواطنين الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور ثمانية وعشرين يوما كما سيمكنهم الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية والولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بتحميل الجواز سيمكن من تلقى الحقنة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة من تحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم كنشوف هذا شيء بأنه صالح الدولة دينا وبالنسبة للقيطاعة دينا بشي عود يحيى من جديد إن شاء الله والإحتيارة زادة إن شاء الله كنشوفهم في المستوى كلا بدلنا بش نتواصلهم مع زبناء دينا ونحتوهم على ضرورة التوفر على هذا الجواز قبل الولوج للفندق أو النقاط البيع التابعة له حتى الموظفين العاملين هم كلهم خدوا اللقاح دي لهم الفئة التي تلقت اللقاح يمكنها تحميل هذه الوثيقة في نسختين واحدة قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول كما يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية لاستخراجها في حال تعذر تحميلها الولوج للمقاهي والمطاعم والفضاءة المغلقة أطحى مشروطا بالتوفر على جواز التلقيح ضد كوفي 19 والهدف محاصرة الوباء وتعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح من الدار البيضاء روبرتاج حسن زكي ومحمد شيكير عند دخولك لأي مقا أو مطاعم تجد مرسقا أمامك يعلمك بضرورة توفرك على جواز التلقيح ضد كوفي 19 للولوج لهذه الأماكن أمر استجاب له العديد من المواطنين لأهميته في مواجهة هذا الوباء ضرورة التوفر على جواز التلقيح ضد كوفي 19 بالمقاهي والمطاعم وداخل الفضاءات المغلقة إجراء في تطبيقه المساهمة في محاصرة الوباء والحد من انتشاره القرار التي تخذت الحكومة في فرد جواز التلقيح للمواطنين ولا المقاولات حيث كانوا يظنوا أن هذا القرار سيساهم في حد انتشار كورونا ويعودنا أننا نعود أن نرجع الحياة العادية إسراع غير الملقحين بتطعم أنفسهم لاكتساب مناعة جمعية صار أمرا ضروريا تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ببلادنا تبعا لتوصية اللجنة العلمية والتقنية وذلك من أجل العودة في أسرع وقت ممكن لحياة طبيعية الوحدات الصناعية والمهنية بدورها انخرطت في هذه المقاربة الجديدة جواز التلقيح إلزامي للولوج إلى مقارات العمل نموذج من قلمين مع الحافظ محدر وجمال خصاصي العاملات بهذه الوحدة الانتاجية أصبحن ملزمن بالإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوجهن لهذه الشركة في إطار تنزيل التدابير الجديدة المعززة لترسانة الإجراءات التي اعتمدتها المملكة في حربها ضد جائحة كورونا إجراءات يحرص المسؤولون على هذه الوحدة الصناعية على تفعيلها إيمانا بأهميتها في تأمين صحة العاملات ودعم جهود القضاء نهائيا على الوباء اليوم فرضت الشركة على جميع العمال وكذلك الزوار ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح هذا الجواز يتم مراقبته من طرف المصلحة الطبية بواسطة مساء إلكتروني للجواز بواسطة طبيق وزارة الصحة جهود تنخرط فيها هؤلاء العاملات بكل وعي ومسؤولية وانضباط تام وهو ما يجسد مستوى التعبئة ودرجة اليقظة الجماعية والإيمان الراسخ بأهمية التقييد بمختلف التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لطي صفحة هذا الوباء نقول لنا لدينا بطاقة التلقيح ندخلها وعطوها لهم وعطونا الكمامات ونقول لهم بالله على حسب الكمامات وعلى حسب جواز التلقيح ضروري واللي ما جبتاش واللي ما كانش ملقحها ما تدخلش يعني تكتلقح وتجيب الوطاقة ديالها هكذا إذن تجسد هؤلاء العاملات بهذه الوحدة الصناعية نموذجاً آخر لمستوى الانضباط والتقييد بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية في الحرب المعلنة على الوباء اللعين تعبئة تستحذر الروح الوطنية التي تبقى السلاح الفتاك الكفيل بكبح جماح هذه الجائحة العالمية ومن تانطان ينضم إلينا اللحظة مباشرة سيد أحمد بوشعاب أمين ومال غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة قلميم ودنون أهلا بك سيدي إذن سيد بوشعاب انخرط المهنيين في الالتزام بالمقاربة الجديدة المبنية على ضرورة التوفر على جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة والمهنية مسألة في غاية الأهمية كيف تصهر مختلف الوحدات الإنتاجية والمهنية على تطبيق هذا الإجراء وهذه المقاربة الجديدة على مستوى جهة قلميم ودنون أولا السلام عليكم ورحمة الله شكرا لقناة العيون القناة الأولى شكرا جزيلا لتتبعكم المرحلة ككل كما تبعتم الرابورتاج السابق هو أنه ولله الحمد كنا السباقين كدولة وكانت لنا الريادة على أساس أنه تحكمنا ولله الحمد لا حد دين كبير وكيف يعرف العالم ككله بشهادة الجميع على أساس أنه كانت كان التلقيح تخطى ولله الحمد مرحلة ديالثلثين على الصعيد الوطني وكانت بتدخل لصاحب الجلال النصر والله وأيده اللي كان سباق لهذا المرحلة وكانت مرحلة المرحلة في غاية الأهمية على سنة نظافر الجهود ككل وضرورة التلقيح هي ضرورة جماعية خاصنا كابل الكل يشارك فيها من قريب ومن بعيد وكانت وكيف لحظت في الرابورتاج كيف قلتك على أساس أن كل ولله الحمد متابع وكل مستعد وكل من خارط في العملية هذه ونتمنى على أنها كيف تخطينا ثلثين ديال المرحلة لن تخطأوا المرحلة الثانية طيب التلقيح والتوفر على جواز التلقيح شرطان أساسيان لاستئناف الأنشطة المهنية كيفما كانت تبقى يعني مسألة احترام الإجراءات الاحترازية ضرورة أساسية كذلك إلى أي حد هناك وعي جماعي من لدن المهنيين والمشغلين على ضرورة احترام هذه التدابير والإجراءات؟ بالنسبة للوعي ديال المشغلين أو الشغلة ككل هذا مشروع مشترك لإنجاحه لأن الكل من موقعه يحاول ما أمكنه لأنه يقدم لقد يقدم الإنجاح هذا المرحلة هذه وكيف تتبعتم على أساس أنه على الصعيد الوطني كنا نحن والصعيد العالمي كانت عندنا الرياضة لأنه أول مسألة هي التلقيح والله الحمد مجاني الكل نخارط فيه ولاحظت على أساس أنه من يوم شهرة ثلاثة 2020 أول ظهور أول حالة كانت عندنا وستطعنا على أساس أنه نتغلب عليها والله الحمد وظريق المطلوب هو أنه كيف بدنا المرحلة الخطرة الأولى هو أننا ننهوها باش بدناها لأنه بغينا لكل من الموقع وعلى أنه يتفاعل وعلى أنه يساعد في نجاح العملية بالنسبة للجواز التلقيح هو والله الحمد حتى لا لاحظتوا في الدول الغربية الكل الصباح كي يستعمله هو كان تحميل رأسك به بدرجة لو لو تحميل الأشخاص الآخرين اللي أنت معاهم وكانت مننا ولأنكم إلا لاحظتوا على أساس أنه كانت كيف قلنا على أساس أنه بالنسبة للتلقيح كان 60% أو أكثر من 60% وحصلنا على اللقاح مجاني اللي استطعت الدولة والله الحمد بتضاف الجهود على أن تنجحوا وبشهادة اللجنة الإقليمية الأوروبية على أساس أنها قالت لك على أساس أنه كان المغرب هو السباق والرائد وهو الأول على الصعيد الإفريقي وهذا رأيها وعلى الشحدي يوفر تقريباً 40 مليون جرعة والله 30 مليون جرعة للبواطن كاملين بمجان ولله الحمد وهذا لدل للشهيدة لاتبسط صاحب الجلال صلى الله وإيده والسلام عليكم السيد أحمد بوشعاب أمينو مال غرفة التجارة والصنع والخدمات بجهة قلميم ودنون شكراً لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة طانطان وعبر جهات المملكة تزايد الإقبال على مراكز التلقيح والوعي والإنخراط المجتمعي بأهمية هذه العملية في الوصول إلى المناعة الجماعية تعيد الحياة إلى طبيعتها ومن الدار البيضاء إذن ومن الدار البيضاء ينضم إلينا مباشرة البروفيسور عبد الله بدو مدير مختبر المناعة الجينية بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني هل تسمعني سيد بدو؟ نعم نعم أهلا بك في البداية إذن بالموازات مع إلزامية التوفر على جواز التلقيح كمقاربة جديدة في تدبير الجائحة هناك إقبال كبير على مراكز التلقيح خلال الأيام الأخيرة إلى درجة الاكتداد يعني وش الإزدحام يمكن يعني يطرح التخوف من ارتفاع في عدد الإصابات إلى ما تتمتش العملية في إطار احترام تدبير الاحترازية من تباعد وتعقيم ونظافة نعم بالفعل أدى هذا القرار إلى توجه المواطنين بوحد الكثرة إلى مراكز التلقيح في البداية يخصنا قولوا أن هذه المسألة مهمة جدا لأن لسيما بنسبة للأشخاص لم يفيت لهم أنهم تصابوا بالفيروس يعني ستكون أول مرة لهم سيواجهوا الفيروس وهذا مسألة مهمة جدا بالنسبة لجهاز المناعتهم أنهم سيساعدوا جهاز المناعة أنه يكون مناعة ضد الفيروس وهذا شيء مهم جدا يعني سيكونوا المضادة الأجسام ويكونوا الخلايا التائية التي ستجعلهم بإمكانهم إبطال مفعول الفيروس هذه مجهة إذن هذه مبادرة مهمة جدا لكن كما تفضلتم سيدتي ما لاحظناه في بعض الصور وفي بعض الفيديوهات بالفعل كان اكتضاد المواطنين فبالفعل هذا العمل يخص هتم لكن في احترام تام لتدابير احترازية وهذا مسألة مهمة جدا إذن نعم نريد أن الناس توجهوا لكي يأخذوا اللقاحاتهم لا سيامة الزرعاء الأولى وثانية مهمة جدا لكن نريد أن تتم في بعض الظروف التي تحترم تدابير احترازية لا سيامة في هذه المراكز يجب أن نحترم التباعد بين الأشخاص وهو مهم جدا واحد نقطة أخرى اللي بغيت نشير له لا سمحته هو أنه ما اتضح علميا هو أنه بالفعل اللقاح كي ينقص من انتقال الفيروس من الشخص لم يلقح للشخص الآخر كي ينقص نعم طيب أين تتجلى أهمية تيسير مسألة الحصول على جواز التلقيح خاصة بعد تلقي الجرعة الأولى وإمكانية الحصول على جواز التلقيح المؤقت وكيف ستساهم هذه المقاربة في تدبير أنجع للجائحة وتسريع وثيرة الحملة الوطنية للتلقيح نعم هذا مسألة قرار مهم لاتخدات وزارة الصحة أنه الشخص بعدما يأخذ الجرعة الأولى بإمكانه أنه يأخذ جواز التلقيح بشكل مؤقت في انتظار أنه يأخذ الجرعة الثانية وهذه مسألة مشجعة جدا ستجعل أن وثيرة التلقيح ستسرع بشكل كبير وهذا ما كنا نتمنى إذن هذا قرار مهم جدا لسيما أننا نعرف وحدة نسبة كبيرة المغاربة فيتلهم أنهم موجهوا الفيروس وبالتالي أخذوا الجرعة الأولى في انتظار أخذ الجرعة الثانية ستكون لديهم حماية نسبية إذن هذا قرار مهم جدا الذي ستسجع المغاربة أنهم يتاجهوا نحو مركز التلقيح والذي ستسرع من وثيرة التلقيح البروفيسور عبدالله بدو مدير مختبر المناعة الجينية بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني شكرا لك على كل هذه التوضيحات وبلغة الأرقام أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن عدد من تلقوا الجرعة الأولى فقد بلغ 23 مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة واثنان بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية واحد وعشرين مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاثة عشر شخصا إضافة إلى تسعمائة وثمانية وتسعين ألف ومائتين وسبعة وسبعين شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من جهة أخرى تم تسجيل أربعمائة واربع وعشرين إصابة جديدة بكوفيد تسعة عشر وأربعمائة حالة شفاء وست وفيات دوليا أوروبا تسجل معدلات قياسية في الإصابات والوفيات وتقترب من عشرين مليون إصابة كما أن معدلات التطعيم ضعيفة في دول شرق أوروبا مقارنة مع بعض الدول في القارة والتي بلغت سبعين إلى ثمانين في المائة في معدلات التطعيم عبدالوها بكارتي إذا كانت بعض دول شمال أوروبا قد بلغت سبعين إلى ثمانين في المائة في معدلات التطعيم فإن دول شرق أوروبا متأخرة في حملات التطعيم اتلقى أقل من نصف سكانها جرعة واحدة كما أن نسبة الإصابات الجديدة بكوفيد تسعة عشر في ارتفاع وستتجاوز دول المنطقة قريبا عشرين مليون إصابة اتبلغ أحيانا أزيد من ثلاثة وتمانين ألف إصابة جديدة يوميا فرغم أن منطقة شرق أوروبا لا تمثل سوى أربعة في المائة من سكان العالم فإن بها حوالي عشرين في المائة من مجمل الإصابات اليومية المسجلة عالميا فثلاثة من أكثر خمس دول تسجيلا للوفيات في العالم موجودة في شرق أوروبا وهي روسيا رومانيا وأوكرانيا وأظهرت البيانات أن أكثر من أربعين في المائة من الإصابات الجديدة المسجلة في هذه المنطقة كانت في روسيا التي يصاب فيها مائة وعشرون شخصا في كل خمس دقائق وبالتالي سجلت عددا قياسيا جديدا في الوفيات جراء الموجة الوبائية التي تشهدها البلاد وضعف معدل التطعيم الذي لم يتجاوز ستة وثلاثين في المائة وفي ألمانيا ورغم أن نسبة التطعيم بلغت ستة وستين في المائة بجرعتين وسبعين في المائة بجرعة واحدة فإن معدل الإصابات جد مرتفع بلغ مائة لكل مائة ألف نسمة اتتم رصد أزيد من خمسة عشر ألف إصابة جديدة في يوم واحد بادر طلبة الطب والصيدلة بطنجة لتنظيم حملة للتبرع بالدم احتضنتها كلية العلوم بيتتوان حملة تهدف إلى غرث ثقافة التبرع بشكل مستمر في صفوف الشباب لتغطية الخصاص في بنك الدم وإنقاذ حياة المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية فنشكر العلوي وعبد العليقنون تشجيع الشباب على التبرع بالدم لتغطية الخصاص في مادة الدم وحماية حياة المرضى والحالات الحرجة التي تتوقف حياتهم على مادة الدم الحيوية هدف نظم لأجله نادي مدخير لطلبة كلية الطب وصيدلة بطنجة بشاركة مع مركز تحقون الدم بيتتوان هذه الحملة للتبرع بالدم بكلية العلوم بيتتوان بدينا هنا في مدينة تيتوان في كلية العلوم وكنتمنى أن نكون عاوننا مركز تحقون دم هنا في مدينة تيتوان بشي لبالحتيازات ديالنا الدم الدم ليس هو واحد المادة الموسميا فقط ممكن نعطيها لأن أخوتنا أو العائلة ديالنا مراد دائما نقولوا تقافة تبرع الدم ستكون في إطار المواطن الصالحة للمواطن المغربي لحس أن منك يعطي الدم هو أكيد الأخذ دياله أو حتى أي مواطن مغربي بفكرة مساعدة الغير وفكرة مفادها أن من يقبل على التبرع بالدم قادر على إنقاذ حياة العديد من الأشخاص يشارك الطلبة من مختلف التخصصات في هذه الحملة لتبرع بالدم بكلية العلوم بتتوان بزافة شباب صراحة يفتقدون أن تتقاف التبرع بالدم في المجتمع ديالنا ونحن صراحة في الميدان ونحضروا على مواقف اللي كانت جبر فيهم الواحد واقف على ديك الدم ديالك نتين وما كي يجبروش وإذا ما اللي يقدر يخلص على أي حاجة مهمة يجبر الدم ألوك هو ما كان يشي مرة صراحة هذه أول مرة اللي كان شارك وكان بغي صراحة نشجع قاعد الشباب اللي فلاش ديالنا اللي عندهم صحة حام زيانة أتبارك الله يجيو يتبرعوا بالدم يعامنوا بزافة الناس اللي راه هون كي يكونوا محتاجين منها كتكون عندك آجر عند الله ومنها كتكون عندك صحة حام زيانة من بعد ما بين محطتين تتوان وطنجة ما يقارب أربعمائة كيس من الدم زيسع نادي مدخير لطلبة الطب والصيدلة بطنجة توفيره لبنك الدم في مبادرة إنسانية شبابية بأثر كبير ومهم وينضم إلينا اللحظة مباشرة من تتوان السيد محمد السعلي مدير مركز سمو الأميرة للمليكة لتكوين المتطوعين وأثر الصحة بتتوان أهلا بك سيدي إذن أين تتجلى أهمية هكذا مبادرات كما تبعنا في الروبرتاج خاصة في صفوف الشباب العملية ديال التبرع بالدم هي عملية أساسية لإنقاذ وتتجلى أهميتها على ثلاث مستويات المستوى الأول على المستوى ديال المستفيد من العملية ديال التبرع حيث أن المرضى ديال صحاب السرطان أو المرضى المزمنة أو أمراض الدم لا يمكن علاجهم إلا عن طريق هذه المادة التي لا تصنع المستفيد الثاني كذلك هو المتطوع في حد ذاته لأنه يعمل على عملية ديال الجديد الخلايا الدموية ودكت جديد ديال العملية الخلاوية يمكن تجنبه في المستقبل مجموعة من الأمراض وبالخصوص أمراض مزمنة كمراض السرطان أهمية أخرى على المستوى ديال الوطن لأنه عن طريق التبرع بالدم هذه المادة الحيوية التي لا يمكننا أن نجده غيرها مصنعة كتعطينا الإمكانية لأننا نقضي من جموعات الأرواح التي لديها واحد دور في المجتمع لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي إذن الأهداف الثلاث يجتمعوا مع بعضهم ويجعلوا أننا لابد ما نكون وعيين كل الوعي بالضرورة ديال التبرع بالدم من أجل إنقاذ الحياة نعم طيب كيف يمكن أن يتم نشر تقافة التبرع بالدم ويجعلها عملية منتظمة لتعزيز مخزون الدم بشكل دائم أنا كنظن كيف مكت جلة الأهمية ديال التبرع بالدم خصنا كذلك مجموعة من الآليات اللي نشتغلوا بها لتوعية الشباب وغير الشباب لأن اللي يمكن له يعطي الدم هو ما بين 18 سنة إلى غاية 60-65 سنة إذن لابد أن تكون هناك على مستوى مراكز الجهوية والإقليمية ديالتعاقون الدم تكون هناك حملات توعوية لفائدة الشباب كيف ملد بل شفنا الآن في الروبرتاج بالنسبة للكليات والجامعات إذن لابد من تنظيم حملات توعوية يساهم فيها الإعلام بطريقة مباشرة مع الجمعيات مع المؤسسات العمومية بش يكون عندنا تقافة متسمة أساسا بالاستمرارية لأن اللي كيوقع عادة أننا كنعطوه الدم مرة وحدة ومن بعد كنوقفه لا بالعكس يجب أن هذه العملية تكون متواصلة بش نخلقوا بالفعل ما هي التقافة يعني ديالتبرع على المستوى ديالمجتمع فالمنظمة العالمية للصحة كتقول أنه ما بين 3 و 4% اللي يجب أن يكون ديال المتطوعين نحن حسنا على الأقل نكون في كل عائلة يكون واحد متطوع بالدم كما هو بالنسبة للتطوع في الإسعاف أننا وخص يكون عندنا متطوع في كل عائلة السيد محمد السعلي مدير مركز سمو الأمير للملكة لتكوين المتطوعين وأطور الصحة بتطوان شكرا لك على كل هذه التوضيحات بالدار البيضاء نظمت جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بشراكة مع المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببسكورة والمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة يوما للأبواب المفتوحة بمناسبة أكتوبر الوردي شهر التوعية والتعبئة للوقاية من سرطان التدي ليلة عسلي ومحمد زيان بروح وردية مفعمة بالعزيمة والأمال واجهت فوزية سرطان التدي مرض أصبها منذ ثماني سنوات الكشف المبكر والدعم النفسي مكنها من الانتصار عليها تجربة في رحلة علاج مليئة بالتحدي تتقسمها اليوم مع ثلة من النساء ضمن الأبواب المفتوحة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بمناسبة أكتوبر الوردي كنت تخوفت منه في هذه الدقيقة التي سمعت عنها عندي ولكن من البد للمنزل وقفت لكي تكوني شجاعة وكي تكوني قوية لكي تواجهي هذا المرض والحمد لله ولكن الكشف المبكر هو الذي يساعدني لكي تلقى المرض يوم يسلط الضوء على الجوانب المتعددة لسرطان الثدي عبر ورشات للتوعية والتحسيس والتتقيف العلاجي حول التغذية والرياضة الخصوبة الأمراض الجلدية والتشخيص المبكر والفحص الداتي نحن عند النساء باش يقدروا يسولون علاقات السؤولات اللي كي جيهم حول هذا المرض اللي هو مرض كي يخلع كيفاش كي جي شنا هم الأشياء اللي يقدرون نديرو باش نكون عندنا الوقاية ضدو ولا إذا لقينا بعد الأعراض شو نخص نديرو وشنا هي الأشياء اللي تقدر يعني المرض اللي وخات كون ديجة تعالجت بهذا المرض كيفاش تقدر تسير الحياة ديالها العادية النساء اللي كي جيوا لنا لحسب لاشتجالهم وموازة مع هذه الورشات تستفيد النساء ممن يفوق سنهن خمسة وأربعون عامان من حملة للكشف المبكري عن سرطان الثدي الذي يعد السرطان الأكثر شويعا بين النساء يصيب واحدة من بين تسعة ويمثل أكثر من إحدى عشر في المئة من حالات مرض السرطان المسجلة عبر العالم أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج نهائية لانتخابات ممثلية القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثانية 2022-2026 النتائج أصفرت عن فوز القضاة عبدالله معوني وسعاد كوكاس والزبير بطالع وعبدالطيف طهار عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف فيما فاز عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة كل من عبدالطيف الشنتوف ويونس الزهري وعثمان الوكيلي والمصطفى الرزقي وأمين المالكي ونزهة مسافر وجدير بالإشارة إلى أن انتخابات ممثلية القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية جرت أمس السبت بمشاركة بلغت نسبتها 93.14% إلى طنجة حيث فعاليات الليلة الدينية التي أحيتها الطريقة المشيشية البوزيدية حفل ديني تخللته قراءات قرآنية وترانيم وأذكار في مدحي خير البدية النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن طنجة ينضم إلينا اللحظة سيد علي بن زيان شاعر وصيدة لاني لن أهلا بك معنا سيد بن زيان ما هو جديدكم هذه السنة في إحياء ليلة المولد النبوي الشريف السلام عليكم شكرا على الاستضافة ليلة المولد الشريف يجتمع فيها أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومريدين وأحباب الطريقة المشيشية اليازلية في طنجة نحيي هذه الليلة المباركة بأمداح وأذكار وقصائد وأيضا نتشرف بحضور محبين هذه الطريقة وهذه الليلة كانت مباركة والحمد لله حسينة بالمحبة والروحانيات والروحانيات المهمة في هذه الفترة المباركة طيب سيد بنزين كيف يمكن الرجوع إلى القيام الروحية والأخلاقية لتجاوز مختلف تحديات العصر جدودنا كانوا كي تجمعوا باش يمضحوا في الليلة الدينية في الموليد الشريف كانوا كي حيواها كل عام وطبعا هذا الشيخ سنرجعوا عليه ونتمنى أن أطفالنا يحضروا في هذه التجمعات في المحبة وذكر الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التجمعات مهمة جدا يرجعوا إلى الروحانيات وإحياء الحب حب النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله هذا الجيد الجديد كانوا رجوع على هذه الروحانيات ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا إن شاء الله يكتروا هذه تجمعات في الزاوية الصوفية ونتمنى أن ذلك يكون واحد تطور إن شاء الله في المجتمع لكي الجيد الجديد يتقرب أكثر من الروحانيات ومن الدين الإسلام والشريعة والطريقة إن شاء الله سيد علي بن زيان شاعر وصيدلني شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة تنجع ودائما في نفس الموضوع نواصل مع تصريحات حول هذه الليلة الدينية باحتفاب مولد النبي الشريف اقتداءا بأسلافنا وأجدادنا ردوان الله عليهم وتتخلل هذه الليلة من فقرات من المديح والسماع ودلاء الخيرات وتقوم بعد الدروس والمواعد باقتداء بفرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم تحتفل الزاوية المشيشية اليزيدية بذكرى المولد النبوي الشريف مع مريديها الذين يأتون من جميع ربوع المملكة وكاد من خارج المملكة المغربية تقوم هذه الزاوية بحفل يتخلله ما تيسر من تلاوة للذكر الحكيم متحف بريد المغرب يعيد افتتاح أبوابه بحلة جديدة بعد إغلاق مضطر بفعل الجائحة المتحف يضم طوابع أجهزة وغيرها من المعدات التي تؤرخ لمصاري خدمة البريد ببلادنا منذ 1892 إلى غاية اليوم المتحف ذاكرة حية للبريد وفضاء للهوات والمتخصصين وفق معايير إنشاء المتاحف الحديثة حنان أرسل ومحمد النصير متحف بريد المغرب فسحة للسفر عبر الزمان لاستكشاف تاريخ البريد فتطور هذه الخدمة سيرى كل جديد في عصره وأرخى لمحطات هامة من تاريخ المغرب أدوات وأجهزة على بساطتها أحيانا وتعقيدها أحيانا أخرى كانت تؤدي خدمة جليلة آنذاك متحف بريد المغرب أسيس سنة 1970 وهو اليوم في حلته الجديدة يمنح توزيعا للفضاءات بالزمني مع تقديم معلومات هامة للبحثين والزوار بين هذا المتحف في حلته الجديدة والمتحف القديم وأنه اعتمى الاعتماد على وحد توزيع ديال الفضاءات بحيث تم تقديم البريد المغرب من خلال تطوره القديم كيف كانت الخدمة البريدية قديمة حتى الوصول الى المحل الحديثة زيارة المتحف فرصة لتقدير نعمة وسهولة التواصل في الزمن الحالي الزيارة متحة مجانا المتحف يعني مفتوح امام الجمهور من التولة الى السبت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى الساديسة مساءا وهو في الوقت الراهين يعني مفتوح بالمجان امام الزائرين ونحن نقول لهم بشيجيو كنرحبوا بيهم بشيجيو الزائر للمتحف يستحضر ايضا عناء اسرة البريد برجالها ونسائها الذين ادوا مهام جليلة بتضحية وتفان في اخبار كرة القدم فاز فريق الرجاء الرياضي على ضيفه اولي اويلرز الليبري بهدفين للا شيء في المباراة التي جبعتهما امس على ارضية ملعب المارك المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم اياب الدور التمهيدي الثاني لدور اوطال افريقيا لكرة القدم ويتأهل الى دور المجموعة في الرياضة دائما تدخل هذا اليوم اندية نهضة بركان والجيش الملكي والوداد البيضاوي غمار مباريات الاياب للكؤوس الافريقية اتفاصيل مع خالد الرغوت في مباراة ملغومة لا مجال فيها للخطأ يخذ فريق الوداد الرياضي البيضاوي لقاء حاسما وقويا لدى فريق قلوب الصنوبر الغاني وذلك ببرس مباراة اياب الدور التمهيدي مكرر مصابقة دور افريقيا لكرة القدم ففي هذه المواجهة التي ستكون مؤهلة لدور المجموعات سيعمل من خلالها فريق الوداد على تجاوز نتيجة مباراة الدهاب والتي انتهت بهدف للسفر لفائلة الفريق الاغاني مدر فريق الوداد وليد الرجراجي والذي غاب عن لقاء الدهاب بسبب المرض سيكون مطالبا بإيجاد التركيبة المتجانسة والقادرة على تحقيقة أهل لدور المجموعات وبالتالي تعبيل الطريق للذهاب بعيدا في هذه المصابقة القارية التي اعتاد على أن يكون أحد المتنفسين عليها خلال السنوات الأخيرة وضمن مصابقة كأس الاتحاد افريقي لكرة القدم مباراة لإياب للدور التمهيدي يستضيف فريق نهد بركان ضيفه اتحاد بنغردان تونسي بالملعب البلدي بركان المباراة هي في متناول الفريق البركاني خصوصا وأنه تمكن من العودة بنتجة تفوز من ميدان الفريق التونسي بهدفه لسفر هذا بالإضافة إلى استعادة الفريق البرتقالي لخدمات كل من مراهيم البحراوي والكونغولي شادراك الشيء الذي سيعطي دفعة قوية للفريق البركاني في هذه المواجهة أما الممثل الثاني للمغرب في هذه المسابقة فريق الجيش الملكي تبدو مهمته صعبة لكنها ليست بالمستحيلة وهو يواجه مضيفة وشبهة القبائل الجزائري في مباراة الإياب بملعب فاتح نوامبر فريق الجيش الملكي يحدو طموح قوي وكبير للعودة بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة لحجز بطاقة التأول وبالتالي الداب بعيدا في هذه المسابقة إلى التذكير بالعناوي جواز التلقيح مقاربة احترازية جديدة الإدلاء به لدى ولوج المرافق العامة إجراء ضروري والحصول عليه بشكل مؤقت يتم بمجرد تلقي الجرع الأولى وبمراكز التلقيح إقبال متزايد لتلقي اللقاح بيتتوان طلبة الطب والصيدلة في بادرة إنسانية الوسط الجامعي ينخرط في عملية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم فريق رجاء البيضاوي يتأهل إلى دور المجموعات أمس واليوم الويداد البيضاوي ونهضة بركان والجيش الملكي يدخلون غمار المنافسات في مباراة الإياب شكرا لكم على المتابعة وطابط أوقاتكم بكل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر